صفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك فإن كان مما قصر فيه فيما مضى استغفر وتاب وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أو عذاب أشفق وتعوذ أو تنزيه نزه وعظم أو دعاء ومسألة تضرع وطلب قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسر كان كالأعجمي أو كالأعرابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا